موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع وإياكم أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات وأحداث تشهدها اليمن نبدأ الجولة من صحافة اليمنية من موقع الصحوانت الذي نقل عن رئيس مجلس العسكري في تعز العميد صادق سرحان عصفة الحزم غيرت مجرى الأحداث في اليمن عنوان أيضا عدن تحيي الذكرى الأولى للتحالف العربي وعاصفة الحزم في صنعاء تعليق الدراسة في جامعة صنعاء لمدة أسبوع احتجاجا على قرارات الحوثيين وفي الشأن السياسي ركز الموقع على تصريحات سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني جاء في التفاصيل أكد منذوب اليمن لدى الأمم المتحدة سفير خالد حسين اليماني أن قوة وتماسك المجتمع الدولي ودعمه للشرعية الدستورية في اليمن وعدم التهاون مع الميليشيا الإنقلابية هي الكفيلة بتعزيز دور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قال اليمن في تصريح بوكالة الأنباء اليمنية سبا نتطلع لأن يقوم المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن بدور استثنائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 22-16 وبإنهاء مظاهر الإنقلاب الفاشل في اليمن وعودة الشرعية الدستورية نقرأ من موقع مصدر أونلاين العديد من العنوين والأخبار منها مقتل مسلحين اثنين أثناء محاولتهما الهجوم على مركز أمني وغارات تستهدف مسلحين في عدن ولحش في موضوع آخر الرئيس هادي يقول إن صالح وقع على المبادرة الخالجية مرغما وأن الدولة اليمنية قادمة وعنون الموقع أيضا الهند تقول إنها تحاول إطلاق سراح قس مختطف في اليمن ركز الموقع على تفاصيل مقتل قيادات في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في محافظة أبيان جاء في التفاصيل نقلا عن مصدر قبلي وسكان للمصدر أونلاين طائرة بدون طيار قصفت معسكرا لجماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في بلدة المحفد في محافظة أبيان أفادت المصادر أن طائرة يعتقد أنها بدون طيار شنت غارتين على معسكر يستخدمه مسلحو تنظيم القاعدة في منطقة المحفد وأضافوا أن غارة ثالثة وقعت في مزرعة لتربية النحل في المنطقة وقتل على إثرها ثلاثة مدنيين أكدت المصادر سماع انفجارات عنيفة عقب الغارات داخل معسكر القاعدة الواقعي شرق مدينة المحفد كما ذكرت المصادر أن عشرة قتلهم إجمالي العدد الذين سقطوا في الغارات الثلاثة منهم سبعة من أفراد التنظيم الإرهابي وثلاثة مدنيين وأيضا جرح آخرين الإبهار لإفراغ الديمقراطية فلا تلتفتوا تحت هذا العنوان كتب مصطفى ناجي مقالا في يمن جورنل وقال فيه سبق وكان هتلر يحشد ملايين من الناس وفعل مثله موسيليني وتبين للبشرية أنهما لعنة تاريخية في ضمير البشرية يمكنني أن أكون ضد قصف الطائرات للمدنيين والمنشآت في سياق واضح غير هذا لكن هذا لا يعني الاستفاف وراء قتلات الأطفال والنساء وحلم اليمنين بالدولة الديمقراطية والفيدرالية أن أكون مع السيادة الوطنية لا يعني الاستفاف مع عصابة مجرمة هي حجد من قتله من الحوثيين ومنظومة صالح كتبت العمل منصر مع شية تفجير الحوثيين بمساعدة صالح حربا ضد اليمنين الحرب من حيث الابتداء هي المساس الحقيقي للكرامة والانتقاص من السيادة وما التحالفات إلا تفاصيل واستجلاب للمشروعية والمشروعية المضادة كما أن الطغيان هو العدو الحقيقي والعدوان الماحق وليس سوى العقل والتنازل أنجع دواء أما اليوم فإني لا أرى في الحشود معجزة كبيرة بمثل هذه الحشود اعتدى الحوثيون على الجمهورية وضربوها في مقتل بمثلها تنصل من التزاماتهم في مؤتمر الحوار يدرك أنصار الحوثي وصالح أن التحالف لا يقصف عشوائيا وبحقد كما فعل الحوثيون في تعز حين قصفوا أناسا مجتمعين حول وايتما وإلا لم احتشدوا هذا الصمود الكاذب هو نهب ومصادرة لحياة الشعب تذكروا جميعا أن الحوثيين قصفوا أناسا كانوا على متن قارب في عدن يلوذون بالفرار من الموت إلا أن موت قذائف الحوثيين لاحقتهم إلى عرض البحر وبعدها بأشهر قصفوا المستشفى الوحيد العامل في تعز ليلة نهار ينبغي بالمحتشدين أن يشعروا بالعار قليلا لأنهم يقفون في صف قاتلية أبناء جلدتهم من اليمنيين نتحاول إلى موقع التغيير نت نقرأ في عنوينه الرئيسية تعز المقامة الشعبية تصد هجوما مباغتا للحوثيين للسيطرة على مواقع خسرتها مسبقا كما نقل الموقع عن محافظ تعز علي المعمري تعز تدفع ثمن وقوفها في وجه المشاريع الطائفية عنوان آخر الرئيس هادي الوطن صار أكثر أمنا اليوم بعد عام من عصيفة الحزم وركز الموقع على خبر انسحاب الميليشيا من مدرية المتون في الجوف يقول الموقع في التفاصيل انسحبت ميليشيا الحوثي والمخلوع من مدرية المتون في محافظة الجوف شمال شرقيا يمن وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية بالجوف عبدالله الأشرف في بيان مقتضب إن الحوثيين انسحبوا كليا من مدرية المتون غرب المحافظة عقب معارك عنيفة اندلعت الأحد الماضي وأشار الأشرف إلى أن المقاومين نصبوا نقاطا أمنية متعددة على مداخل مدرية المصلوب في فرضة أم الحجار وفرضة الفارس والشقبان إضافة إلى نقاط أخرى في فرضة التيس وفرضة الجميدر نذهب إلى موقع يمن مونتر نطالع أبرز الأخبار تصدرت في صفحته الرئيسية هذا العنوان نزع 24 لغما أرضيا زرعها الحوثيون على طريق الجيش اليمني في شبوة كما عنوان الموقع قائد عسكري يقول تفجيرات عدن تقف وراءها خلايا الحوثي وصالح ركز الموقع أيضا في خبر التصريحات الرئيس هادي ودعم المقاومة الشعبية في تعز جاء في التفاصيل أكد الرئيس هادي مواصلة دعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز لتحريرها من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع يقول الموقع جاء ذلك في حديث للرئيس هادي خلال اتصال هاتفي بقائد محور تعز العميد الركن يوسف الشراجي اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية والقتالية في مختلف المواقع والجبهات بالمحافظة بحسب الوكالة الرسمية للأنباء أكد هادي استمرار تقديم الدعم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز لمواصلة صنع الانتصارات في مختلف المواقع والجبهات وللدفاع عن أعراض وكرامة أبناء المحافظة من الأعمال الإجرامية التي تمارسها تلك العصابات التي انقلبت على المشروع الوطني ومضت تقتل الأبرياء التوقين للحرية والعدالة والمسواة في ظل الدولة الاتحادية أضاف الرئيس هادي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمشاركة الشرفاء من أبناء تعز سطروا أروع الملاحم البطولية في ساحة العزة والكرامة وواجهوا بأسلحتهم الشخصية ترسانة أسلحة ثقيلة ومتوسطة وجيشا عائليا لا يفرق بين وطن الباق على أمد السنين وبين عائلة تنتهي بزوار نفوذها وبممارسة مهمها في أقرب وقت إلى موقع الاشتراك نت نستعرض أبرز ما جاء فيه من عنوين وأخبار التحالف التحالف يستهدف الميليشيا في بلدة الشريجة في لحجة وسط معارك وقصف متبادل ركز الموقع على تفاصيل المعارك التي شهدتها محافظة إب يقول الموقع في التفاصيل قتل اثنان من مسلح ميليشيا صالح والحوثي في مدينة يريمة وجرح آخرون مصادر محلية أفادت للاشتراك نت إن اثنين من مسلحين ميليشيا صالح والحوثي قوتلا وجرح آخرون منفجار قنبلة في إحدى ثكاناتهم العسكرية أضافت المصادر إن قنبلة سقطت من أحد عناصر ميليشيا في مكان تجمعهم بدار القرآن الكريم وانفجرت لتقتل اثنين من المسلحين وتصيب آخرين بعضهم جراحه خطرة نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج في مدينة العدين غرب مدينة إب لدينا هذا العنوان هاجم أحد المواطنين نقطة لميليشيا صالح والحوثي عند فرزة قصع وسط المدينة وفق ما ذكره شهود عيان وقال الشهود إن المواطن هاجم أحد مسلحي النقطة ولاذ بالفرار فرد بقية الأفراد بإطلاق النار عشوائيا من أسلحتهم وذكر شهود العيان أن عددا من المارة أصيبوا جراء إطلاق الميليشيا النار أحدهم إصابته خطرة ويدعم حمود الأكوع نقل للمستشفى على إثرها مع بقية المصابين لتلقي العلاج ليلة نزولنا من على الصليب تحت هذا العنوان كتب مروان الغفور مقالا عن محطات في رحلة الميليشيا للقضاء على الدولة وقال الغفور في مقتطفات من هذا المقال سقطت العاصمة أولا ثم الجمهورية ثم الدولة ثم السلم الاجتماعي كانت هذه النتيجة المروعة للانهيار الشامل أو التفكك الكبير هي من صنيع الرجلين فر الساسة إلى الخارج فر الرئيس الدولة بقيت الحكومة تحت الإقامة الجبرية غيرت ملامح البلد وحتى أهداف الثورة الستة مسحت من على واجهة صحيفة الثورة الصحيفة الأم طلع عبد الملك الحوث عشرات المرات وكنا نراه أحمقا وعاريا أما هو فتحدث كمرجع إلى شعبه اليمني العظيم بد واضحا أن الرجل الذي دخل صنعاء من وراء المدفعية قد نال السلطان بالله والمدفعية وضعنا الرجل أمام قدرين الجديد من ليس الله في صفه ولا المدفعية فليس أمامه سوى الامتثال أو قمصان الموتى أمام الدينوية المافوية وقف الإنسان العادي وهو كل الناس خائر القوى وتائها ذهب شباب تعز في أول اختبار عملي للتظاهر أمام معسكر الأمن المركزي الصارخين الشعب والجيش يجمعن أرغيف العيش جاءت عربات حوثية مسلحة وأطلقت النار وسقط الشهداء وبقى الأمن متفرجا كما أن لا شيء يجمعه بالضحايا لا الدم المسال ولا العيش دخلت الهزيمة إلى خلايا عظامي أولا ثم صارت كل ما يظهر مني أحلام الربيع الكتابة طويلة المدى منذ ما يزيد عن 13 عام الرومانسية الثورية جميلات صنعاء بشعرهن الطويل حتى الينابيع ويقضة الخريف كل ذلك صار في قبضة العدم هوينا من شاهق كانت تلك هي الحقيقة نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع وجاء فيه وزير الدولة الإماراتي صالح والحوثي أصبح محاصرين ورقعة سيطرتهما تتضاءل في عدن حظر الحركة في جولد كالتيكس بعدا يلحق الضرر بعشرات الأسر عنوان الموقع أيضا في ذكرى عصفة الحزم فعاليات يمنية في روسيا الاتحادية لتأييد الشرعية تناول الموقع تفاصيل المواجهات في حارض بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى يقول الموقع تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حارض الحدودية شمال غرب اليمن من دحر محاولات فاشلة لميليشيا المتمردين الحوثيين من استعادة بعض المواقع التي سبق أن حررها الجيش من قبضتهم وقال مصدر عسكري في الجبهة في تصريح للموقع بأن فلول المتمردين قامت بإلقاء عدد من القذائف على تبة الدغاسة التابعة لمدرية حارض في محافظة حجة غير أن أفراد الجيش الوطني والمقاومة مسنودين بمدفعية قوات التحالف العربي صدوا هجومهم وألحقوا بهم خسائر بشرية ومادية واعتبر المصدر العسكري محاولات الحوثيين الفاشلة خرقا واضحا للاتفاقيات التي تمت مؤخرا بينهم وبين المملكة العربية السعودية حول إيقاف أي مواجهات على الحدود مشاهدين الكرام وصلنا إلى الصحفة العربية الصادرة في أعدادها اليوم ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحفة المشاهدين نصحبكم الآن لما تقوله الصحفة العربية في صباحها اليوم البداية من العرب الجديد اعتبرت ما حدث في صنعاء أمس بأنه مؤشر جديد على الانقسامات بين الانقلابيين قالت انقسامات شركي انقلاب اليمن استعراض بالميدين وتراشق بين الأنصار وتعد العرب الجديد ذلك بأنه أحدث المؤشرات حول المدى الذي بلغته الخلافات بين شركي الانقلاب في اليمن بعدما حشد الرئيس المخلوع صالح والحوثيون أنصارهم في كل ساحة بشكل منفصل تفيد الصحيفة أن المخلوع حاول توجيه رسائل باتجاهات عدة بدءا من الحوثيين ووصولا إلى السعودية ولا ينفصل هذا الواقع الذي آل إليه الوضع بين شركي انقلاب عن المحصلة التي أفضت إليها عصيفة الحزم بعد عام على انتلاقها بعدما انتقل تحالف الانقلاب من صاحب القوة العسكرية التي تؤهله لاجتياح المدن اليمنية الواحدة والأخرى دون أن يجد من يقف في وجهه إلى تحالف يعاني من توالي الهزائم على الجبهات ولا يمانع من تسوية سياسية ولو على حساب شريكه الآخر من عنوين الصحفة أيضا فراغ ومكاسب في حرب اليمن تقول العرب الجديد خلفت الحرب التي يعيشها اليمن منذ عام ركودا اقتصاديا مع تحول اجتماعي غير مسبوق بلغت تأثيراته حياة كل شخص تقريبا ومع استمرار هذه الحرب في مناطق كثيرة من البلاد أصبح أكثر من ثلاثة ملايين يمني عاطلين عن العمل يضافون إلى ملايين آخرين كانوا قد سبقوهم صحيفة الخليج تابعت الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وقالت إن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جامي لودريك قال وأكد أن نحو مئة وثلاثة عشر يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدات الإنسانية فيما أكدت منظمة رعاية الأطفال إن تسعين في البئة من أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة وقال منسق الشؤون الإنسانية الأممي جولودريك إن قرابة تسعة عشر مليون يمني لا يحصلون حاليا على مياه صالحة للشرب وهو مزداد سوءا منذ استلاء المتمردين والانقلابيين على الصنعاء وخروج عدد كبير من الأطباء المتطوعين نتيجة لذلك وكان جولودريك قد لفت في يناير الماضي إلى معاناة المستشفيات في التعز من نقص الإمدادات الطبية في ظل الحصار الذي يفرضه الحوثيون قبل أن تصل أول قافلة طبية إلى المدينة في حين حذرت منظمة أوكسفام الإغاثية في مايو الماضي من أن الحرب تجعل ثلثي سكان البلاد تقريبا أمام خطر عدم الحصول على مياه نظيفة وهو ما ينذر بعواقب صحية كبيرة إلى جانب ذلك إلى جانب ذلك أكدت منظمة رعاية الأطفال أن النزاع في اليمن أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأن 90% من الأطفال الآن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة ولا يزال 10 ملايين طفل منسيين من قبل المجتمع الدولي حلفاء أخطر من أعداء تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقالا في جريدة الحياة اللندنية وقال غسان لم يكن باراك أوباما يبحث عن فرصة للتدخل في سوريا ولم يكن يفتش عن عذر لاقتلاع نظام بشار الأسد لم يعتبر مصير سوريا شأنا حيويا للمصالح الأمريكية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إليه أقل أهمية وبكثير مما كانت لأسلافه تعامل مع سوريا بوصفها مكانا لا يستحق أن تهدر أمريكا من أجله دم جنودها أو بلايين الدولارات المسألة بالنسبة إليه تتخطى الدروس التي استخلصتها واشنطن من تجربة غزو العراق يعتبر أن المنطقة عريقة في أفخاخ التاريخ وأن بعض النزاعات التي تدميها وأفدات من الكهوف وتعزز الإقامة فيها كان حلم أوباما أن يبتعد عن التورط في منطقة ينظر إليها وكأنها حقول من الوحل والدم من العصبيات والفشل في بناء الدولة الحديثة والتنمية وإذا استثنينا موضوع الاتفاق النووي مع إيران فإن سياسة أوباما اتسمت دائما بالتردد لتبرير غسل الأيدي والابتعاد لهذا لم يعتبر تدخل بلادي مير بوتين العسكري في سوريا انتصارا لروسيا اعتبره انزلاقا نحو مستنقع لا يمكن الانتصار فيه اعتبره فخا سيظهر في النهاية حدود القوة الروسية وافتقارها إلى القدرة على صناعة الحل وسيستنزف اقتصاد الروسي المريض أصلا لم تغير مشاهد المأساة السورية قناعة سيد البيت الأبيض اكتفى من مسؤولية القوة العظمى الوحيدة ببعض بيانات الأسف كان حلم أوباما لابتعاد عن الحريق السوري كانت حسابات بوتين مختلفة ترك الحريق يستفحل إلى الدرجة التي ترغم النظام على الاستجارة بالجيش الروسي وبعد ظهور محدودية دور ايران واذرعها جاء بوتين في مهمة مدروسة ومحددة مهمة جوية تمنع سقوط النظام وتحصنه ضد هجمات المعارضة لكنها ليست مهمة مفتوحة يمكن ان توقظ لدى الروسي اشباه افغانستان جديدة صحيفة الاتحاد وصفت القيامة بتحرير مدينة تاعز بتغيير المعادلة على الأرض وعنونت محللون يمنيون للاتحاد تحرير الحالي ما تاعز صفعة لقوى الانقلاب قالت الصحيفة اكد محللون سياسيون وعسكريون يمنيون ان تحرير الحالي ما تاعز من سيطرة الميليشيات الحثية والمخلوع صالح هي بداية النصر على مستوى بقية المدن اليمنية التي تقبع تحت احتلال هذه العناصر ومن بينها العاصمة اليمنية صنع واشار المراقبون الى ان هذا النصر يضاف الى رصيد الشرعية والجيش الوطني والتحالف العربي الذي يساند الشعب اليمني في القضاء على هذه القوى المتمردة التي عاثت في الارض فسانا واكد ان تحرير تاعز سيعقبه انهيار في صفوف تحالف الحوثي وصالح وقد بدأوا في تحمل بعضهم مسئولية سقوط تاعز من ايديهم وهناك انهيارات ملحوظة وسوف تزيد في الايام المقبلة سواء في الجبهات او حتى في الموقف السياسي قال الخابير العسكري العميد فيصل حلبوب ان الانتصارات التي تحققها المقاومة اليمنية في تاعز هي ردة فعل للاجراءات الاخيرة المتخذة من قبل الرئيس الشرعي والتحالف نائبا لقيادة الجيش واكد الخبير الاعلامي لطفي شطارة النصر في تاعز يتحقق بقوة الارادة والاستعداد منذ ما بعد تحرير عدن وحتى تحرير تاعز فكان ابناء ابيا والصبيحة وردفان خير سند وداعم للمقاومة التعزية التي صامدت طويلا في وجه ميليشيات الحوثي والحارس الجمهوري ومعسكرات صالح التي ظلت تحاصر المدينة لأشهر قالت صحيفة الحياة نقلا عن مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري للحياة إن التقدم الذي أحرزته قوات الحكومة الشرعية والمقاومة في اليمن أجبر الانقلابيين على قبول محادثات السلام في الكويت وشكك في جدية الانقلابيين والحوثيين في عملية التشاور شكك أيضا في جدية الانقلابيين قائلا طالما أن المسألة تتعلق بالقرار 22-16 ليس هناك أي مشكلة لدينا لكن القوى الانقلابية هي التي ترفض وتتمرد إلى أنه بعد أن ضاق عليها الخناق وأصبحت القوى الشرعية والمقاومة تتمدد في كل مناطق اليمن استجابت للقرار ونحن ذاهبون لنعرف إذا كانت جادة وصادقة أم هي متقلبة كعادتها في المشاورات السابقة وفي شأن مختلف عنوانات الصحيفة أوباما تشويه صورة المسلمين يصب في مصلحة الجهاديين قالت الحياة رأى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تشويه صورة المسلمين يصب في مصلحة الجهاديين الذين يريدون تأليبنا ضد بعضنا البعض منددا ضمن باقتراحات المرشحين الجمهوريين إلى البيت الأبيض قال الرئيس أيضا الرئيس الأمريكي تتعارض هذه المحاولات مع طبيعتنا وقيامنا وتاريخنا كأمة تتبنى فكرة الحرية الدينية كما أن ذلك يأتي بنتائج عكسية وهذه لعبة الإرهابيين الذين يريدون تأليبنا ضد بعضنا البعض والذين يريدون أن يكون هذا سببا لتجنيد المزيد من الأفراد لصالح قضيتهم القائمة على الكراهية كتب وزير خارجية ألمانيا الأسبق ونائب مستشارها وأحد مؤسسي حزب الخضر الألماني يوشكا فيشر مقالا هاما عن تطورات مرتقبة من شأنها أن تتحكم في حركة العالم الجديد وعن متغيرات في الخارطة السياسية العالمية قال فيشر في مقال نشرته عدة صحف بينها صحيفة الغد يبدو أن السلام العالمي النسبي بالرعاية الأمريكية والذي حقق درجة كبيرة من الاستقرار العالمي أصبح في حالة حلال خاصة في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية وربما ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى قوة في العالم ولكنها لم تعد قادرة أو رغبة في لعب دور الشرطي العالم أو تقديم التضحيات المطلوبة من أجل ضمان النظام وفي عصر العولمة ومع وجود تكامل أوثق بالنسبة للاتصالات والتقنية وكما رأينا مؤخرا في حركة الناس فإن مراكز القوى أصبحت أكثر ضعفا وتشتتا وبسبب طبيعة العولمة فإن العالم اليوم أصبح يتملص من فرض نظام القرن العشرين بينما سينشأ نظام عالمي جديد في نهاية المطاف وإن من الممكن تلمس ملامح أسس هذا النظام فالصين ما تزال مشغولة بوضعها الداخلي حيث تركز على الاستقرار والتنمية المحلية ومن المرجح أن تنحصل طموحاتها في التحكم بالمناطق المجاورة لها والبحار المحيطة بها مباشرة كما تفتقل الصين في كل جانب تقريبا إلى القوة الناعمة التي لا غنى عنها إذا أرادت أن تصبح قوة للنظام العالمي من غير المرجح أن ينشأ عن هذه المرحلة الانتقالية المضطربة سلام عالمي نسبي برعاية أمريكية مرة أخرى بالنسبة لأوروبا يشكل هذا الوضع سؤالا صعبا أيضا هل إن تراجع السلام العالمي النسبي بالرعاية الأمريكية والذي خدم لسبعة عقود كضامل للنظام الليبرالي الداخلي لأوروبا يمكن أن يؤدي إلى أزمة لا يمكن تجنبها إن لم يؤدي إلى صراء يبدو أن تصاعد القومية الجديدة في القارة يشير إلى مثل هذا السيناريو ومع أبعاد مروعة لم تعد الاحتمالية الكائبة للانتحال الأوروبي غير واردة فماذا سوف يحصل لو تمت الإطاحة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ماركل بسبب سياستها المتعلقة باللاجئين أو لو خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو لو تولت الشعبوية الفرنسية مارين لوبين الرئاسة سيكون القفز من على حافة الهاوية هو النتيجة الأكثر خطورة والتي يمكن تصورها إذا لم تكن الأكثر احتمالا سوف يمكن تجنب الانتحار بطبيعة الحال لكن أولئك الذين يقوضون موقف ميركل والهوية الأوروبية للمملكة المتحدة وقيم التنوير الفرنسية يهددون أيضا بتقويض الحافة التي نقف عليها بهذا القادر من كوشك الصحافة نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة وهي الكاريكاتور أترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة